السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ايمن من موقع ويندوز فون اريبيا النهاردة مع فيديو فتح صندوق تليفون لوميا 640 XL من انتاج مايكروسوفت بعد ما اشترت العلامة التجارية نوكيا والتليفون مايكروسوفت لوميا 640 XL بيجي بشاشة 75 من 10 بوصة دقة لوونية 720 في 1280 معالج رباعي النواة 2 من 10 ورمية 1 جيجا وذاكرة داخلية 8 جيجا قبلها للتمديد بـ SD Card بتوصل لـ 128 جيجا بايت الكاميرا الخلفية للهاتف 13 ميجا بيكسل والكاميرا الامامية 5 ميجا بيكسل سعره في السوق المصرية 1750 جنيه مصري ومتوفر بمجموعة الوان منها الأورنج والأسود والأزرق والأبيض البوكس بتاع التليفون بيجي محدد لون الهاتف من النقطة دي بحيث احنا معانا دلوقتي اللون الأسود وكان معانا تليفون تاني باللون الأورنج فاللون بتاع التليفون بيتحدد على العلبة في الجزء المكتوب فيه مايكروسوفت مايكروسوفت مش مصنعة التليفون في الصين وده هيبان معانا لما نفتح التليفون من جوه هنلاقي ان الصناعة بتاعته ميد ان فيتنام وطبعا لون الهاتف برضو مكتوب على الكارتونة في الستيكرز اللي بره هنفتح الصندوق بسم الله اول ما نفتح صندوق هاتف لوميا 640 اكس ال هنلاقي شهادة الضمان من رايا او حسب الوكيل اللي انت هتشتري من عنده يليها الهاتف وهنرجع ليه دلوقتي بطارية التليفون 3000 ميلي امبير وهي بطارية منفصلة قبلة للتغيير عليها لوجو والعلامات التجارية بتاعت شركة مايكروسوفت وهي بطارية 3000 ميلي امبير بعد كده هنلاقي ادلة الاستخدام باللغة الانجليزية وباللغة العربية وينزل كالعادة السماعة بتاعت اا نوكيا والشاحن اا قطعة واحدة من غير كابل برضو الشاحن عليه العلامات التجارية بالاسم مايكروسوفت وهو شاحن اعتقد اتنين اتنين امبير اوتبوت الف وماتين ميلي امبير تقريبا دي شاحن البطارية 3000 ميلي امبير اللي مع التليفون دي مكونات صندوق هاتف لوميا 640 XL دي بطارية الهاتف حجمها طبعا يتناسب مع الشاشة الخمسة وسبعة من عشرة ده شكل التليفون اا من قدام اا علامة مايكروسوفت بتحت المكان اا نوكيا اا زي ما انتم معارفين ان مايكروسوفت اشترت نوكيا السنة اللي فاتت وتم الاعلان عن الهاتف دوت في شهر ثلاثة الفين وخمستوش دي كاميرا الامامية اا خمسة ميجا بيكسل ومكان سماعة الوين وطبعا مفيش اا اي مفاتيح اا تحت لان المفاتيح في ويندوز تمانيا بوينت وان اللي التليفون بيشتغل بيه موجودة داخل اا الشاشة في الجنب اا الايمن هنلاقي زرار اا الباور وزرار رفع الصوت وخفض الصوت وتم حزف زرار الكاميرا اللي كان مشهور وموجود في تليفونات اا نوكيا اا قبل كده الجزء العلوي من الهاتف هنلاقي فيه مكان السماعة اللي هي تلاتة ونصف اا ميلي والجنب الشمال ما فيهوش اا اي حاجة من الغطب ولا فيه مفاتيح ولا فيه اي حاجة اا من اسفر هنلاقي اا مكان تركيب المايكرو اا يو اس بي في خلف التليفون هنلاقي كاميرا تلاتاشر ميجا بيكسل اا معاها اا فلاش ال اي دي ومكان رفعوه اا من فوق لان التليفونات من قبل لما كان هنا كان سهل ان هو يتكتم وطبعا العلامة التجارية بتاعت اا مايكروسوفت اا ضهر التليفون بيتخلع لان حجم التليفون كبير بيتخلع بالشكل دوت اا ضهر بلاستيك كوي في المكان الان اف سي او ودي طبعا لها استخدامات كتير من ضمنها الشحن اا اللي سلكي التليفون نفسه اا وزنه خفيف جدا اا الظهر اا معظمه بلاستيك ولكن الجزء الخاص بالميموري كارد وتركيب الشرائح واسفل البطارية كلها اا قطع اا معدنية اا التليفون مصنوع في اا فيتنام زي ما قلنا وفيه مكان لاتنين اا شريحة ده مكان الشريحة رقم واحد وده مكان الشريحة اا رقم اتنين وهنا مكان المايكرو اس دي كارد هنركب البطارية نتركب الشكل ده ونقوم بتشغيل الهاتف الاول مرة اا دوت كان فيديو الامبوكسنج لتليفون لوميا 640 اكس ال ان شاء الله انتظرونا في الفيديو الجاي لاستعراض تشغيل هاتف اا لوميا اكس ال 640 الاول مرة مع ويندوز 8.1 نشوفكم في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة